ورجعنا لكم مرة تانية فقرة المميزة التانية ان شاء الله من مجادرة الشباب افتخر بمينتك شيف وافتخر من قلب الصعيد بن سويف معانا مسألو كدو للشباب في مينة حلواني شيف معانا ومعاكو حمادة مواسم اسم الشهرة منورنا يا استس حمادة دايما معاكو نجيب لكم المسألو الكدوة في جميع المهنة الحرفية والتجميلية والفنية ونشكر زميلة رحب وشايماء لإستضافتهم لأستاذ زايد العادة ومؤسسة زايد العادة والتنمية والتدريب والأستاذ محمد حلمي والأستاذ ابتول للفقرة الأولى وان شاء الله نقدم لكم مسألو كدوة للشباب من بني سويف افضل يا شايماء اهلا بك يا عماد واهلا بكل السيدات المشاهدين معاكم النهاردة فقرة مميزة جدا كلنا بنستناها بزاة السيدات معانا الشيف محمد حمادة حمادة حمدان هيكلمنا النهاردة عن الحلويات الترط الجاتوهات كل حاجة تخص الحلويات هنعرفها منه النهاردة وبنرحب بك حمادة اهلا بك يا عمادة اهلا بك ونورتنا في الاستوديو هنبتدي بقى أول سؤال امتى بدأت المهنة وكم سنة شغلي فيها بسم الله الرحمن الرحيم انا بدأت كان الفين وتمانية الفين وتمانية اه كتدي بداية تمام كلمنا اكتر شوية يعني الخبرة بتاعتك والتجزئة من المراحل للمراحل عشان الشباب برضو يسمعوك دلوقتي يعرفوا قصة كفح شغلك اه بسم الله الرحمن الرحيم انا بداية كانت طويلة يعني انا مفضلت مثلا كان طريق طريق مثلا التعليم اكمل التعليم او الطريق فين في المهند في المهندة الحوالي في المهندة الحوالي مثلا اخترت ان انا اسay bir التعليم ان بقي خلاص يبقى انا ب Vers 8 إنه الكلية اتمكن طريق الصح طريق الصح تمام اشتغلت في كم مكان يعني انا بدأت في الحلمية كان هي اك oh buat b zac فالحلويات مساعدة وجربت بردو يعني جربت كزا مهنة تانية يعني قبل برضو الحلواني جربت برضو كذا مهنة بس تخصصك دلوقتي يشوف حلواني طرط بس أنا لما دخلت للمجال الحلويات فحبيت المجال نفسه متشعب جدا وأسماء كتير في الحلوات صح طبعا تمام وحنرض عايزينك تكلمني عن حاجة مهمة جدا بيحبها بقى كل الناس عن شوق أشتال الطرط دلوقتي والشغل حضرتك عشان المعجنات كتير بيحبوها جدا بذات الأطفال وبياخدوها كوجبة معهم في المدرسة الصبح فعايزين نعرف كده ست البيت وهي يعني الأطفال اللي راحيني المدرسة ممكن تعمل إيه احنا معانا هنا على الشاشة ممكن تشرح لنا إيه اللي على الشاشة ديت حاجة اسمها شطرنج شطرنج تمام ديت شطرنج دي عبار عن إيه مكوناتها يعني ده ميا وزيت ودي وملح تمام ده اسمه يعني جلاش بس أنا بشكله كان نصف أبيض بس بتقول زيت وملح وديق يعني هي دخلة كده في حلويات يعني وفيها ملح كده بس إنه يلا الملح بنسب طبعاً نسب بسيطة يعني مش مسح ملح طب في حاجة تانية معانا ممكن تشرح لنا على الفيديو دي بسبوسة شكولاتة طب الأشكال اللي هي فوق فوق التورت أو البسبوسة دي ده رسم بترسموا بإيديك يعني من دون مسانية يعني تسلم إيدك عندك لمسات فنية جميلة وبرضوات كذا شكل يعني ظهر على الشاشة كذا شكل لشغلك والتورتك جميلة للمناسبات طبعاً أعياد الميلاد والأفراح والمناسبة طبعاً مبادرة تفتخر بابنتك مبادرة الخير مع الشيف حمادة مواصل من بانسويت دي كان التورتة دي دي كانت في السنة اللي فات لا شغلك تسلم إيدك طبعاً يبين ما شاء الله بس سؤال كده مهم معلش يا حمادة يعني ليه تورتة البيت بتبقى مختلفة جداً عن تورتة المحلات يعني لا ما لازم تطلع مختلفة هيكيز يعني أنا تعطيدي مثلاً معدات دي حلوات شرقية دي شرقية دي حلوات شرقية دي كان من طب مبادرة الخير بقى مبادرة تفتخر بابنتك لو أي عروسة أو يتيمة أو غير مقتدرة يتواصله معك وعنوانك ورقم تلفونك موجود على الشاشة لو حابب مبادرة الخير دي هتقول حاجة لمتابعينك أو عملاء بتوعك من بانسويت دي حاجة احنا يعني بنعملها برضو مثلاً على طول ربنا جزيخ خير ويجعلك مزان حسناتك دي حاجة برضو بنعملها على طول أي عروسة غير مقتدرة أو أي حد غير مقتدر يتيم وعايز يفرح بنته أو عروسة يتواصل مع حمادة برقم التلفوني الموجودة على الشاشة وإحنا دايماً بنجيب لكم مثلاً القدوة طبعاً من بانسويف حمادة من بانسويف مثلاً القدوة في مهد شيف وافتخر شيف حلاوين وشوفنا الصورة المشرفة للشغل بتاعه اللي موجودة على الشاشة أي حد من عملاء بانسويف حابب يتواصل مع حمادة في أي مناسبة عيد ميلاد أو أفرح أو أي حاجة الرقم التلفوني موجود رسالة أخيرة لو حابب تقولها للعملاء بتوعك أو لأسرتك دايماً من بادرة بتسيب رسالة لكل ضيف معانا ومشترك لها كاميرا ما حضرت يعني الحمد لله من هنا وسط الطريق دوت وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه تقدم أكتر من كده إن شاء الله وإن شاء الله لسه برضو المشوار لسه مخلص يعني برضو المشوار لسه مخلص يعني إن شاء الله برضو لسه في نص السلم برضو طموحك إيه وحلمك إيه تقوله برضو للمشاهدين كشيف حلواني وإيه تموحك في الحياة عموماً ينتم رسالة بتوجيها للشباب اللي هو ما كملش برضو تعليمه لو معاه مهنة يبدأ إزاي ويعمل إيه اللي معاه مهنة طيب لازم ما ي لازم أن يتمي بيها مفعش يعني لازم أن يكون ما يتمي بيها ويخب باله منها مفعش مثلاً أنا أخد الحاجة دي كاستغطاء مفيش حاجة تمام بدأ مهنة يكملها صحة نعم يكملها صحة ولازم أنه برضو يعني الصناعة أكيد اللي متعلم منه أكيد مش هيدله كل اللي عنده فلازم أنه برضو يكتهد يكتهد لازم أنه برضو يكتهد يعني أنا مثلاً أنا ممكن أن يكون بعمل طرطاية بس في دماغ أنا مش أعملها هدف معي أنا ممكن أن أحطها قدامي كده وأنا مش أرجع مثلاً زكرة الورقة أو أبص مثلاً على شغل مثلاً حد تاني لأ أنا ممكن أنا أسممها أنا بدماغ أفن فيها أفن فيها يعني مش معنى مثلاً أنا أشتغلتها لأ أجيب الشكل لا أنا بقى أشتغلها يعني حابب المهنة أبدأ أنا أحط اللمسات بتاعتي زي ما شفنا كده اللمسات الجميلة بتاعتك وبتطور من نفسك دايماً وبتشوفك جديد عشان خاطر ترتاقب مهنتك اللي أشوفه حلوان طب سؤال برضو إحنا عايزين سؤال أخير عايزين نقول لك إيه الأكتر حاجة بتتطلب منك في العملة بتوعي كان يبيقول لك عايزين نوع معجنة يعني معجن معين أو حاجة معينة الحاجات المعينة أنا عندي مثلاً لو أكد تعرضتها على معروض آه صورة تعرض على الشاشة عندي مثلاً حاجة دي اسمها لنزة مكوناتها إيه أو ممكن تتعامل لنزة دي أعملها جزين وزبدة ودي وسكر بضرة خلافاً بقى اللبن واللمسة بقى الأخيرة بتاعت الفنش حاجة كده بقى اللي تتحشي جوه المعجنات دي عشان تعجب الأطفال شوي مثلاً زي جبنة زي حاجة عادي ممكن تتحشي دي كريمة كريمة لبان جبت بقى حشو في اللنزة نورتنا حمادة حمادة مواسم نجمي باني سويف دايماً بنقدم لكم المسألة القدوة لمهنة افتخر بمينتك الشباب المميز من كل المحافظات من كل الأقاليم معاكم بادرة افتخر بمينتك النهاردة كان معاكم حمادة مواسم من باني سويف شيف حلواني ان شاء الله انتظرونا الفقرة اللي جاية فقرة مميزة وتكريم بسيط لحمادة من بادرة افتخر بمينتك زي ما ده تكريم بسيط واصل وانا واصل واتروحوا في اي حتة افتخر بمينتك